اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة من رامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلي والسنع على محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله تبع لظاهر يبدن وبعد حياكم الله يا أخوات الأخوات الكرام عبر قناتكم الرائدة قناة إثراء بهذا اللقاء المتجدد إن شاء الله اليوم نقف عند حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر يعني الله النبي عليه السلام ضرب لنا المثل في اللي هو الإحساس الواحد يعني إحنا المؤمنين كلنا إحساسنا واحد همنا واحد مشاكلنا وحده إذن فيه اتحاد في المشاعر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه يعني تخيلوا حين عند الأطباء إن أي إصابة لأي عضو في جسدك ترك كل الأعضاء الباجية تتحرك تبتساعد في إنقاذ هذا العضو هذا طبيا سبحان الله كل الخلايا وكل الشرات اللي في جسمك تتحرك علشان اتعالج هذا العضو المصاب يعني تخيل الله الله يعلمك في جسدك يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون بنفسك طالع نفسك طالع جسدك إذا الله عطاك الجسد اللي أنت حين هذا لأنني حين أتكلم بفضل من الله سبحانه وتعالى لولا الله سبحانه وتعالى لما تكلمنا وشان ما عشنا وشان ما قلنا شان ما حضرنا ولا شان ما قدمنا أي شيء لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الأمور إن زين وآنا قاعد أشوف أنا كإنسان عاقل عندي جسد متكامل وهذا الجسد المتكامل قاعد أشوفه لو يصاب أي جزء مننا بخلل مرض بعطل كل الأعضاء تتحرك علشان تساهم في علاجه وفي إنقاذه يعني تخيل أنت الله سبحانه وتعالى كأنك أنت صيدلية متنقلة ليش؟ لأن كل أعضائك يساعدوا بعضها بعضا ويعالجوا بعضها بعضا تخيل علشان ما شاء الله ومع ذلك ندعي يا رب شفينا يا سلام مع ذلك نروح الطبيب تمام مع ذلك نشرب الدوة ونأخذ الدوة شوفه ترى كل هذا تمام وكل هذا صح لكن إحنا أيضا يعني لازم نحس بهذا الإحساس اللي الله سبحانه وتعالى أول شيء علمك يا قاعد تشوف أنت في جسدك وتخيل أننا كل المجتمع يتكون من أفراد فمعنى هذا الحديث أن أي فرد في الدولة يصاب بمصيبة لازم كل المجتمع كل أفراد الدولة يحسون فيه يحسون فيه ويشعرون في ألمه وفي مصيبته ويسعون كلهم متكاتفين جادين في إنقاذه وعلاجه والخروج به من هذه الأزمة يا سلام إذن أحنا خذينا عبر العظة من هذا الجسد اللي نحمله وهذه الروح المتعطشة للأجر ولمساعدة الآخرين وقاعدين نحقق ترى عمل وجهد مبارك لسد نقص وحاجة في المنسيبين هذا عن المستوى أفراد كذلك دولة الكويت الحبيبة دولة صغيرة في الحجم لكن سباقة بكل عمل خيري هي من أوائل الدول المساهمة يعني فعلا إذا خذنا على مستوى أعضاء الجسد عرفنا إذا خذنا على مستوى الأفراد في البلد الواحد أيضا همشفنا إذا خذنا على مستوى الدول أن الدول الغنية تحس بالدول الفقيرة يجمع أوقات المشكلة ما هي فقر أوقات نجدة أو أوقات غوث إجماعا زلزال أعصار فيضان مجاعة أمور يعني هذه بعد ما فيها دولة فقيرة وغنية خلاص هذه جائحة يعني شيء فوق مستوى الدولة اللي الدولة يعني شوية يهتز كيانها وتكاد أن تقف عاجزة شنو شعور الدولة هذه أن كل الدول المحبة والصديقة وخاصة الإسلامية لأن الدول الإسلامية يحركها دينها أخلاقها ودينها تحتم عليها مساعدة الآخرين فالإنسان يفرح جدا حتى الدول تفرح إذا أتتهم معونا أو نجدة من الدول الأخرى قلوا ما شاء الله ما قصروا حسوا فينا آزروننا وساندوننا وقفويانا ترى هذا الباقي هذا يدير على هذا اللي أدي إلى إلى قوة الشعوب وقوة الدول أنها يساعد بعضها بعضا واليوم أنا طيب اليوم أنا زين باشر أنا مو طيب يعني أنا حين وضع المادي مثلا زين لكن كدولة ودولة أخرى فقيرة فلما أنا أنجدها وأنقذها الله سبحانه وتعالى يبتلي قد يبتليني أنا كغني أن أصاب بالفقر بعد أن أكون إنسان قادر أكون إنسان عاجز ما قدر فإذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له تعليق ضريف وجميل على هذا الحديث له مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فيقول المؤمن ها يسره ما يصيب المؤمنين من خير يا السلام أنت مو مؤمن مو مؤمن اي نعم مؤمن اي 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 فئة من المؤمنين او دولة من الدول الإسلامية يصيبها خير ويحوش امر طيب يعني سبحان الله يلقون فيه انا طول لدولة التقدم اقتصادي وكذا يعني وتعيش فيه بحبوحة وسعم رزق الله الحمد لله ما شاء الله الدولة هذه ما شاء الله ما شاء الله قاعدة تصير غنية ومتقدمة فيفرح وكذلك المؤمن يحزن يعني يسوءه ما يسوء اخوانه اخوانه المسلمين اذا اصبتهم الجواح يعني اذا الدولة هذه اصيبت بنكبة بزلزال بفيضان بمجاعب كذا يضيق خلق ويتأثر ويكون حزين جدا لما اصاب اخوانه ويتمنى ان الله يفرج عنهم هذا الكرب وهو طبعا يقول يتكلم قوله فعل يتكلم بالكلام وبالفعل يتحرك للنجدة ول المساعدة اذا يقول المؤمن يسره ما يصيب المؤمنين من خير ويسوءه ما يصيب المؤمنين من شر يعني الضائق اذا اصاب المسلمين شر فيقول اما اللي يقول الشخص اللي ما يستانس اذا اصاب المسلمين خير وما يحزن اذا اصاب المؤمنين شر يقول هذا ليس منهم اوف ايه نعم شوف اذا انت امر في غاية الخطورة عليك انت من انت من اذا ما تفرح حق المؤمنين وما تحزن حق المؤمنين انت شنو يعني اين هويتك اين ايمانك وين عقيدتك وين يعني وين دينك وين اخلاقك وين شهامتك وين نخوتك اذا فعلا انت بتبينك مسلم حقيقي مسلم حقيقي افرحوا اذا اصاب اخواني المسلمين الخير واحزنوا اذا افرحوا لي فرحهم واحزنوا لحزنهم هذا ما يتحتم عليه الايمان الايمان الحب في الله والبغض في الله ويعطيكم العافية ويزاكم الله خير الى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد لكم مننا اجمل تحية ومع السلامة